بسم الله الرحمن الرحيم أخي الفريق أول روكنا عبدالفتاح البرهان الرئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة السيدات والسادة أود في البداية أن أعرف عن سعادتي البالغة بالتواجد بينكم اليوم في الخرطوم وأود أيضا أن أشكر أخي فخامة الرئيس الفريق أول روكنا عبدالفتاح البرهان وشعب السودان الشقيق على حفاوة الاستقبال وقرم الضيافة المعهودة عن بلدي الثاني السودان وتقريب شعبه العريق الذي طالما جمعته بمصر ووابط ووحدة المصير على مدار تاريخ البلدين وبما يتفق مع ارتباطهما الممتد من جنوب وادي النيل إلى أقصى شماله ومع تمازك شعبيهما الشقيقين الذي لم ينقطع يوما وسوف يستمر ويبقى بإذن الله وأود أن أنقل للسودان الشقيق قيادة وحكومة وشعبا رسالة أخوة ومساندة من الشعب المصري وحكومته وقيادته في كل المجالات بلا استثناء تعبيرا عن خالص دعمنا للجهود الكبيرة التي يقوم بها الإخوة في السودان لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية وبواجهة تحديات تحدياتها بشجعة ورؤية وعزم على المضي قدما نحو مستقبل أفضل وهو الجهد الذي يقابله الجميع بالكثير من الاحترام والتقدير رجل من الله عز وجل أن تسلم الخطوات الجارية في تحيات الظروف المناسبة لتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق الذي قدم أغلى التضحيات من أجل حرية ورفعة وازدهار وطنيها العظيم كما يسعدني تهنية أشقائنا في السودان بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاق السلام الشامل الذي تحقق بعد جهود كبيرة تكللت باندجاح نتيجة لإخلاص كافة الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السودان العزيز عصرا جديدا من السلام والتنمية والازدهار يشمل أبناء السودان كافة وود أن أؤكد لكم أن مصر ستظل معكم قلبا وقالبا داعمة لجهودكم من أجل تنمية والاستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق والذي يعد جزءا لا يتجزأ من أمن والاستقرار أشقائكم في شمال الوادي السيدات والسادة لقد شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والسودان زخما يستحق الإشادة على مدار الفترة الماضية والمتمثل في ارتقاء مستوى التنسيق بين حكومتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكسف والمستمر وهو الجهد الذي يهدف في مجمله إلى تكسيف التنسيق السياسي بين البلدين وتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية من بينها الربط الكهربائي والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافي والعلمي والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات بما يخاقق هدف التكامل المنشود بين البلدين واستغل الإمكانات الضخمة للبلدين لمصطحة الشعبين الشقيقين وقد جاء اجتماعنا اليوم استكمالا لهذه الجهود وسعيا لوضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف أجوه ومجالات التعاون وسبل دفعها بما يعكس طلاق إرادتنا السياسية القوية في هذا الشأن وبما يماهد لمرحلة جديدة من الجهد المشترك المكثب الذي يلبي مصلحة وطلعات شعبين الشقيقين السيدات والسادة لقد تبع حدث اليوم مع أخي العزيز فقامة الرئيس عبد الفتاح البرهان حول عدد من القدازة لاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وذلك في إطار الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني وسعيا لتوحيد الجهود المشتركة بين بلدين والرامية لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والإفريقية كما تناولنا كذلك مستجدات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي وهو الملف الذي يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان بوصفهما دولتين المصب في حوض النيل التي ستتأثران بشكل مباشر بهذا المشروع الضخم كما اتفقنا على أهمية الاستمرار في التنصيق الوثيق والتشاور فيما بيننا في هذا الشأن وأكدنا على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفايضان المقبل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصل التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا ولقد تطابقت رؤانا على رفض أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبص السيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح حقوق دولتين المصب ومتجسد في إعلان إثيوبيا عن نياتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم تتوصل إلى اتفاق لنظم ملء وتشغيل هذا السد وهو الإجراء الذي قد يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان ومن هنا فقد بحثنا سبل إعادة إطلاق مصار المفاوضات من خلال تشكيل ربعية دولية تشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بجانب الأمم المتحدة للتوسط في العملية التفاوضية وهي الألية التي اقترحها السودان وياداتها مصر والتي تهدف إلى دعم جهود الرئيس تيشيسكيدي رئيس جمهورية الكنغو الدموقراطية والتعزيم من فرص نجاح مسار المفاوضات حيث أكدنا على ثقتنا الكاملة في قدرة فقامته على إدارة هذه المفاوضات وتحقيق اختراق فيها من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشور السيدات والسادة أود في الختام أن أختنم هذه المناسبة العزيزة نعبر مجددا عن سعادتي البالغة بتوجدي هنا اليوم وسط الأشقاء في السودان وأن أجدد شكري العميق على الحفاوة التي لقيتها من جانب فخامتكم وأن أعرب عن ثقة كاملة في أن المحالة القادمة من العمل المشترك والتعاون بين بلدين ستتواصل في شتى المجالات استرشادا بالرؤية المشتركة والعزم الواضح والإرادة السياسية الصلبة والجهود الصادقة من جانب القاهرة والخرطوم وستمضي قدما بإذن الله لمصلحة الشعبين العظيمين بل شعب وادي النيل الواحد في بلديه مصر والسودان شكرا لكم فخامة الرئيس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته